أنا صوتي واضح؟ أيوة واضح تمام طب معلش أنا هقول نقطتين بس يا زياد وهتكلم بسرعة أول نقطة كانت فيه روم سابقة أنا مخدتش فرصتي في الرد فيها كان فيه حد بيعترض على صوت الأدان وقال شوية كلام كده مالوش لازمة اللي كنت أحب أقوله له له معلش في سرعة يعني بس ده كان في روم تانية يا جيجي خليليني اسكيب النقطة دي والتكلمة عن روم بتاعت النهاردة يا أستاذ زياد يا كيات رومك أنت قلت لك مش أكمل دقيقة ده ويعجب ده وده يصطبح به وده يتمسى به الأدان منبه يعني قوم صلي حضرتك بقى بحكم أنك موجود في دولة إسلامية صوت الأدان فيها بيبقى متواصل طول الوقت دي مشكلتك أنت ممكن تعالجها بإنك تنقل بإنك تسافر بإنك تروح أأي مكان إنما أنا مش هأثر على فريضة وفردة عشان حضرتك صوت الأدان مش عاجبك ده النقطة اللي كنت أحب أقولها للأستاذ بتاع الروم اللي فاتت الموضوع بتاع حد الردة ومش حد الردة والكلام ده أنا ليه وجهة نظر خاصة بي ممكن تكون غلط وممكن تكون صح اللي هيخرج من الدين مع ألف سلامة مع السلامة اللي عايز يمشي زي ما بيقوله ده مش هيأثر في الدين ولا هيخل بيه ولا هيقل عدده القصة كلها يا زياد بتبقى في إيه بقى في قلة الأدب يعني إيه قلة الأدب المفروض أن اللي خرج في الدين احتراما لبقية الناس اللي موجودة فيه ما تهنهمش ما تغلطش في عقدتهم ما تغلطش في نبيهم ورسولهم في أمهات المؤمنين في الحاجات دي إنما إنت خرجت من الدين ارتدت عن الدين مع السلامة إن ده ربنا سبحانه وتعالى اللي هيحسب الكل في الآخر إنما تبقاش مرتد وقليل أدب والمفروض أنا مطلوب مني أنا بقى كإنسانة مسلمة إن أنا تقبل النقد اللازع الجارح المهين ليا والديني بصدر راحب من باب الحريات لا الحريات دي يبرموها كده وحطها في جيبهم ما تزعلش من أي حد هيدفع عن نفسه بنفس الطريقة يعني أنا لو فروم فيها حد بينتقد ديني بقلة أدب بيهين النبي بتاعي بيهين زوجاته بيهين أي حبيت تريق على الأحكام الشرعية بتاعت الدين أنا المفروض مني أنا كمسلمة أثقف له المفروض مني أنا كمسلمة أقول له صحي دي حريتك لا أنا ههينه وهديله على دماغه وهلعن سلسفي الجدود شعبه يا موداب ده بقى إنما أنا لو اللي قدامي بيتكلم بأدب وباحترام ولا ينتقد أنت بتنتقد ليه هو ده دينك ما لكش أنك تنتقد ما لكش زي ما أنت عاوز حريتك كشاز وكملحد وواواواواوا من غير ما حد يحاسبك أنت كمان ما لكش أنك تحاسب حد ولا تدخل في شغلة حد ولا تتهم مسلم بالجاهل ولا تقول له صلاة إنت لو شغلت عقلك أنت هتسيب الدين ده فورا فيا أستاذ زياد القصة كلها في الحد والحدود مش في حد الردة لأ في حد الحرية أنا حد حرياتي فين أنت حريتك بتنتهي فين وأنا حريتي بتنتهي فين زي ما الشواز عاوزين حقوقهم في الحرية الجنسية أنا كمان ليه يا حريتي أن أنا ما شوفش حاجة تنفرني أن أنا ما شوفش حاجة تأثر علي وعلى سلوكياتي هي دي المعدلة لو كل واحد عارف حريته بتبدأ فين وبتنتهي فين مش هيبقى فيه الجدلات دي مش هتبقى فيه الرومات المعمولة دي اللي احترام احترام الآخر هتحترمني هتحترم ديني هاحترمك على الأقل هكفك من الأذى بتاعي مش هقزيك باللساني ولا بإيدي إنما أنت عايز تحط إيدك في بق الأسد وتقوله ما تعدنيش لا الأسد هيقطع بق وهيقطع إيدك وهيخليك ميت حرمي طب بلاش بلاش لا يا جيجي أي حاجة فيها لا 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 أي حاجة فيها عنف يعني أي حاجة فيها كلام لا 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 لما حد يقول لحد لا 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 مش هينفع عجيجي هنقف عند النقطة دي ومش هينفع نقولي هنا كده أصلا لا 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 بتمسك حريتي في التعبير لا 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 دي مش حرية لما حريتك يا جيجي توصل لنقطة إن حد يقول لحد هتا أنا عارف أنك بتقولها ككناية أو تخوير الثاني كلمة أنا ما قلتوش ما تفعش تقوليها كمثال ما أنا عارف طيب بعد ذلك بعد ذلك عشان خطر يا جيجي لو سمحتي ما تقوليش أمثلة فيها يعني يفهم منها لأن الموقف بنتكلم على السياق لا السياق اللي احنا بنتكلم عليه يا جيجي دلوقتي فيه تحريض أو فيه عنف فلما هنقول مثال مثال يوحي بشكل ما إن فيه عنف فنحاول نتحشاع على قد ما نقدر لو سمحتي تفضل وتستخدم عدلاتك الفكرية علي يا زياد لا لا ولا 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 الالفاظ او سواء سواء سواء. لا. هيطلع لك برضو واحدة من الجانب الاخر دي. هقول لك ابسط مثال عشان محدش يقول بتشخصنا الموضوع. زي حالاتي. لا هاشتمك. هاهينك. هزعلك جامد يعني. ليه بقى? لانك انت ما بتحترمنيش. فبالتالي انا مش هحترمك. هحترمك ليه? انت قدمتلي ايه عشان احترمك? الانتقاضات للاديان تحديدا للاديان يعني بتبقى مهينة قوية زياد. الدين عند الناس عرض وشرف. الدين عند الناس عرض وشرف. انت مش كزياد يعني. انت كحد خارج الدين. شايف ان ده جاهلي ده رأيك برضو حطه في جيبك. ده يلزمك انت. زي ما انت بتطلب من الناس تحترم كرامتك كانسان وكشخص على وجه الارض. برضو انت مطلوب منك تحترم الاخر. سواء في دينه او في عقدته او في التزامه في حياته. ملكش دعوة. ما تروحش تقول زي يعني في حد طلع قال بيهجموا النسويات والرومات والكلام ده كله. طيب ما هو. انا لازم ارد. ما النسوية بتشبه الستة المسلمة بالعبدة وبالجارية وبيه وبيه وبيه. طب انا بطلع ارد عن نفسي. هي كل القصة يا زياد في الحريات. امتى تقفل بقك وتنتقد اللي قدامك وامتى تشغل عقلك وتبدأ تتكلم. هي دي القصة كلها. وشكرا يا زياد على الفرصة.